السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتطول الله بتتسلم ورب تكونوا بخير بصحة وسعادة ان شاء الله هنكمل في يونت صفحة مية تسعة وتلاتين في كتاب المعاصر. اه على المتنازمات اللفظية. الكلمات مهمة جدا جدا يا شباب. ان شاء الله هنقرأ ونحل. هنقرأ ونحل كأني بذاكر معاك وبالزبط خالص. امسك الكتاب معايا وافتح كده وابس مع امر رحيم. هنقرأ مع بعض ونفسس كده الكلام ونشوف معانا الحاجات ايه? اكيد في حاجة انت عارفها وفي حاجات آآ لسه جديد عليك. فهنا هنراجع على انت عارفه والجديد نعرفه. وبعدين نحل كم جملة اللي بتيجي على المتنازمات اللفظية. تمام? باسم الامر رحيم عندنا اول كلمة اللي هي يصمم سيارة تعمل بالطاقة الشمسية اللي هي اللي هي يصمم سيارة تعمل بالطاقة الشمسية. الكلمة التانية اللي هي يغير توجهه او اتجاهه. يعني بيغير يبيعمل شفت كرير يعني اللي هو بيغير ايه? المهنة بتاعته. طبعا عارفين اللي هي تشينج كارير ديركشن. تشينج كارير ديركشن. اللي هي يغير مهنته. يكون ببعض التأليف اللي هي دو سام رايتنج. دو سام رايتنج. تمام? يواجه تحديات فيس تشالنجس. فيس تشالنجس. يشعر بالتوقتر من اللي هي فيل سترسد باوت. فيل سترسد باوت. يكتسب خبرة في العمل اللي هي مهمة جدا. 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 يتقاضى اقرا لكي. جيت بايد تو. لهو اثر ايجابي اللي هي متألا. When you have a positive impact. يزيد من فرص اللي هي أنكريس دة تشان سراتج. يحدث ثارق leven طبعا الفين اللي هي ميكة الدفيرانس تو. ميكة الدفرانس تو. ما ما تقولش دو ا دفرانس ولا ميكة الدفرانت. ولا ميك ديفرانت. لا هي ميك الدفرانس تو. تمام? يتضخص قرارات جيدة. make good decisions. make good decisions. تمام? يبدو وكأنه sound like. يبدو يبدأ شركة start a company. start a company. start a company. تعالوا كده نحل كم جملة على المثلزمات اللي في زي القرآنها دي. بولك هنا. انا مش حبة إلا نكون اه نيرس او ممرضة. انا عايزة اعمل ايه? هي مش حبة نتقوم مرية. عايزة تغير الوظيفة بتاعت. هادو ولا فاس ولا هاف ولا يبقى تغير وظيفتها رقم اتنين انك تعمل دورة التدريبية او التأهلية ساعدني ايه اه معرفة او اللي هي اه خبرة في العمل او معرفة في العمل ها ولا 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 طبعا اللي هي اللي هي يكتسب خبرة في العمل او معرفة في او معرفة عملية تمام? التخطيط والعمل الجاد. ايه فرص نجاحك ها اكيد بتزود فرص نكاحك اه نجاحك. ولا 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 طبعا اللي هي تعال نشوف اللي بعد كده. انت ممكن تعمل بعض الكتابات او تقوم ببعض الكتابات للموقع بتاعنا. ولا فاس ولا هاف ولا ستار. طبعا دو سم رايتن. دو سم رايتن. اذا ما نقرأناها وراء. اه هي تجوزك من مهندس اه صغير اه ناجح. ولا ميد ولا built ولا get طبعا خدناها get married او got married عادي خالص. رقم ستة بيقولك هنا stressed about starting a new job in a new country is natural. بيقولك هناك تشعر بي الضغط ايه منك تبدأ شغلنا جديدة في دولة جديدة اه حاجة طبيعية يبقى feel ولا gaining ولا increasing ولا starting طبعا feel stressed about feel stressed about challenges are by those who seek success. اه يتم مواجهة التحديات بواسطة هؤلاء الذين يبحثون عن النجاح. done ولا faced ولا head ولا started يواجه التحديات اللي هي faced challenged بس هنا مبنية للمجهول طبعا. the smart car we are will be ready for the market next year العربية الزاكية اللي احنا بنعمل فيها ايه? هتكون جاهزة في السوق السنة الجاية. gaining ولا doing ولا building ولا getting. طبعا هتكون العربية الجيدة اللي احنا بنبنيها او بنصممها اللي هي build. تمام? رقم ستة بقولك ايام a volunteer. انا اه شخص متطوع. I don't paid for my work. انا ما بيدفع ليش. او لا اتقاضى مالا لهذا العمل. feel ولا get ولا increase ولا sound طبعا اخذناها اللي هي get paid. get paid. don't get paid. for اه بمعنى لا اتقاضى مالا مقابل هذا العمل. لا اتقاضى مالا مقابل هذا العمل. رقم عاشر بقولك the positive impact on his students is clear. الاسر او التأثير الايجابي اللي بيعمله منصر اشرف على الطلاب. واضح جدا. اه positive impact does ولا faces ولا has ولا sound طبعا هتبقى has. تمام? تعال نشوف السنونمز والانتونمز مهمين جدا جدا. والسؤال محل اه امتحان. تمام. واحد يقول لي مستر طب ازاي نحفظ دول كلهم. هقولك ما تحفظت كله. احنا هنحل عندنا خمس جمل او في كل واحدة عندك كزا جملة على تعرف بس دول. انت عندك مسلا هنا عندك تسع كلمات بالمتراضف بتاعها والضد بتاعها. عندنا احنا جام جملة حل هنا خمسة. تقوم جايب الخمسة دول اللي اللي ذكرهم لك في الحل وتقوم آآ عاملهم حافظهم. جالك على تدريبات الوحدة. هتلاقوهم الخمسة دولهم اللي بتقرروا دايما. بتحفظهم. بتحفظهم مش كلهم. احفظ اللي بيجي لك وبيقابلك في التدريبات فقط. احفظ اللي بيجي لك ويقابلك في التدريبات فقط. تمام? ان الصعب اللي انت تفتكر الحاجات دولها. انت بقى لو عندك القدرة انك تفتكر ده كله وتبدل تحفظ ما فيش اي مشكلة. يبقى احسن بكتير طبعا. تمام? اللي هي حسن التدبر. حسن ايه? التدبر. بتسوي ايه سبب؟ تمام? طبعا اشرة واحدة اللي هي مع وظيفة. بتسوي ايه? جوب بوست بوزيشن. التوظيف بقى. يبقى امبرويمنت برضو معناها وظيفة. امبرويمنت بقى التوظيف اللي هو التشغيل. تمام? امبرويمنت برضو معناها استغلال او استخدام. تمام? يبقى انا عندي تلات معاني. وظيفة. توظيف استغلال او استخدام. امبرويمنت تطبيق. تمام? رينفنت. رينفنت اللي هي يصلح. رينفنت معناها يصلح. ريفورم او مودفاي. اللي هي يعدل او يصلح. او يعود استكشاف نفسه زي ما كتبها لنا في بمعنى يعود استكشاف نفسه او يعني يلاقي نفسه في حتة تانية يعني. وظدم اللي هي الحكمة او البصيرة. تمام? او المضادات المتضادات. حسن التدبير بتسوي حماقة او عكسها الحماقة اللي هي تمييز او شعور عام. اللي هي التوظيف طبعا عكسها عارفين. وظدم الحكمة اللي هي الغباء او الحماقة او الوقاحة. رقم واحد بقول لك هنا. use your common sense of something goes wrong. استخدم ايه? استخدم ايه? اه لما الدنيا تسوق او يحصل حاجة غلط. استخدم common sense اللي هو حسن التدبر عندما يحصل شيئا خاطئ. in this sentence common sense is a synonym of. اه. اللي بتسوي يا شباب common sense. ويت ووزدم ولا الاتنين ويت ووزدم. اه تقوم راجح هنا. common sense اه ويت ووزدم يبقى تمخطار بي و سي. ما فيش اي مشكلة ما ترجع ما فيش اي مشكلة خالص. ما فيش اي مشكلة. لما ترجع هنا وتشوف. كويس على فكرة جدا. ده بيسبب اكتر. تمام? اللي بعدها بقول لك هنا. انا اتعرض عليها شغلانة. ها? وظيفة. في آآ عضو في آآ فريق المعاصر. هنا. الكلمة ممكن نستبدلها بكلمة يا شباب. هو بقول لك اتعرض عليها وظيفة. يبقى دي معناها وظيفة. يبقى ايه الجوب على طول كده ممكن البيئين. تمام? او تشغيل الاطفال ضد القانون. هنا بقى يا شباب. التشغيل او التوظيف. ها الجوب ولا 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 هي هي هتبقى بتساوي لو بتيجي بمعنى التوظيف او التشغيل. تمام كده يا شباب? رقم اربعة وبتساوي برضو زي ما شفناه هنا. رقم اربعة بقول لك او 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 اه التوظيف المحلي وصل لتنين وتسعين في المية. here is an antonim of. تكون عكس ها التوظيف المحلي اصل لنسبة لتنين وتسعين في المية. عكس كلمة باقي سبب التوظيف. ها الجوب ولا 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 او سي. طبعا هتكون عكسها اللي هي الضد بتاعها. رقم خمسة بقولك ايجيبت is reinventing the educational system. مصر تكون بتعمل ايه? reinventing. اخدناها بمعنى اللي هي يصلح. اللي هي يصلح او يعيد اه شيء جديد. بيجدد حاجة. يعني. the verb reinvent here is synonymous. مراضف لي ايه يا شباب? create. يخلق. فاند اوت يكتشف. اه يختلع مجددا. اللي هي يصلح طبعا. المشتقات مهمة جدا جدا الشباب خاصة في كلمة اه contribute. contribute اللي هي يساهم او يشارك فيه زي ما عارفين contribute to. مساهمة او مشاركة اللي هي contribution. contribution. مساهم بقى الشخص المساهم contributor او contributor. contributory. 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 اللي هي مساهم او مشاركة. اللي اتنين دول بيساوا بعض. طب واحد يقول لي مصر الفرق بينهم. مفيش فرق بينهم. ومش يجيبهم لك اللي اتنين في جملة واحدة. تمام? تمام. يوظف employ. مهمة جدا دي بقى. employ يوظف. عامل موظف. employee. employee. اتنين ايدي. العامل او الموظف. الشخص اللي شغال يعني. بقى له صاحب العمل. التوظيف او التشغيل او وظيفة او استخدام. زي ما قلنا قبل كده. البطالة. مهم جدا يا شباب. مهم ده ملخص للشرح اللي جاي كله في الكم صفحة الجايين. مؤهل للعمل عنده مؤهلات وعنده سكيلز. فده بنسميه اللي هو بتساوكو مؤهل للعمل او ايه يشتغل على طول يعني. عكسها بقى عاطل تمام? عندنا كلمة المهمة جدا في الوحدة دي اللي هي رائد اعمال اللي هي ريادة الاعمال تمام? ريادة بقى الصفة منها انتر برنيريال. انتر برنيريال. انتر برنيريال. انتر برنيريال. اوكاي? اللي هي ريادي او ينطوي على مجازفة. الحكمة اللي هي حكيم اللي هي اه وايز. حكيم اللي هي ايه شباب? وايز. تعالوا كده نحل شوية جمال على الحاجات اللي احنا قلناها دي مهمة جدا. او ان is always concerned with making profit. ها. يضع في اعتباره انه هو اه يعمل اه ارباح. contribution. contributor. اه انتر برنير ولا انتر برنيريال. ها. تبايا شباب. انتر برنير اللي هو رائد الاعمال. his ideas افكاره mostly تكون اه دائما يعني. are always concerned with making profit. اللي هو تكون مهتمة به او اه تبقى افكاره ايه يا شباب? انا عايز اقول ان افكاره في غالب الاحيان تكون ايه يا شباب? اللي هي ريادية او تنطوع على المجازفة. always concerned with making profit. اللي هو عايز يعمل الربح كتير وكده. فدايما بيخاطر بالاموال بتاعته. نجيب محفوز. to arab literature are clear to everyone. نجيب محفوز ايه? في الادب اللي العربي. واضحة لاي شخص. آآ ساهمة. مساهمات نجيب محفوز. مساهم. اللي هو مساهم برضو. طبعا هقول اللي هي مساهمات نجيب محفوز. نجيب محفوز. ما نجيب محفوز كان واحدا من الاساسيين للأدب العربي الحديث. ولا كنتروبيوتر كنتروبيوتر كنتروبيوترز كنتروبيوتوري. طبعا قال لك اول ما تقول تختار الجامعة على طول كنتروبيوترز ما تختارش المفرد. تمام? تعال نشوف. طبعا بمعنى المساهمين. تعال نشوف. اللي بعد كده. نجيب محفوز. نجيب محفوز كان ايه? للأدب العربي الحديث. كنتروبيوترز ولا كنتروبيوتوري. طبعا نجيب محفوز كان ده مفرد فباش هتنفع مساهم. مساهمين اللي هو مساهم. رقم ستة بقولك كل الناس بتحب تشتغل معه. ان كلهم بيقولوا ان هو عطوف ايه? او ايه عطوف ولا عاز اقول مدير او صاحب عمل عطوف لان الناس كلها بتحب بيشتغل عنده. وفن صاحب العمل يا شباب? طبعا صاحب العمل. الشركة اللي اشغال فيها في مدينتنا. افلت الزبوع اللي فات. اتركت اه وصراحت يعني خمسين اه شخص ها امبليمنت امبليور امبليد امبليد طبعا امبليد اه نتك عن ذلك يعني اللي هما ماشوا خمسين واحد واصبحوا عاطلين. someone who is paid to work for another person is called. شخص ما اللي بيدفع له فلوس عشان يشتغل عنده واحد تاني ده بنسمي ايه شباب موظف يعني ايه موظف بقى يا شباب? على طول معروف امبلي معروفة على طول اللي هي موظف. if you have a degree from a good university لو انت معاك اه شهادة من جامعة كويسة. you will be very انت هتكون ايه شباب? ها يوظف توظيف قابل للتوظيف او مؤهل للتوظيف ولا موظف هتكون قابل اكيد للتوظيف زي ما قلنا. رقم عشرة بقول لك هنا هي لم تكن هي ما كانتش المفروض لم يكن يجب عليها ان تقرر عندما كانت ايه غاضبة. يبا هي كانت ايه يا جباب? ايه ما كانتش حكيمة بحكمة او بي ولا وزدم حكمة? عايز صفة. لم تكن حكيمة. تعبيرات المصطلحات في غاية الاهمية لازم نقرأها. اللي هي الاجراءات المصرفية. اجراءات مصرفية. مصرفية يعني اجراءات مياه معبئة في زجاجات. انظمة الحواسيب اللي هي مساهمة في بيجيب بعدها الفرب اي جائحة فيروس كورونا كورونا فيروس بانداميك كورونا فيروس بانداميك مع انها افن ضو افن ضو بمقابل مادة بسيط فور لتل ماني فور لتل ماني مشروب مجاني فري درانك فري درانك وقت الفراغ اللي هو فري تايم فري تايم خبرة الحياة اللي هي لايف تقربة تؤدي لتغيير جذري في الحياة. ومما اصابني بالدهشة اللي هي ونشرح دلوقتي بركز معي. قطعة مني اللي هي مستعمل ساكند هاند ساكند هاند. يعمل بالطاقة الشمسية سولر باورد سولر باورد. علوم الرياضة سبورت ساينس سبورت ساينس. دي خذناها في كتاب نيوجينيس وحلينا عليها كان في جملة عليها. تمام? تركز فيها. تعبيرات متراضفات اللي هي اه اه بتسوي ايه شباب? طبقا للرأي او حسب ما يقال كما يقال يعني. تمام? اللي بعدها لذلك بتسوي بتسوي وبيجي بعدهم النتيجة. بيجي بعدهم ايه يا شباب? النتيجة. يبقى لذلك لها تعتكلمات يثق بيه اللي هي طبعا عارفين دي كلنا. عارفين دي كل انا. فتاة في فتاة عمره خمسة عشر عام. المربعة ده مهم. حتى دي مهم يا شباب. 50 years old boy. تمام? ما تقولش years. لا year بس عشان ده اسم. تمام? وقبله عدد. a boy of fifteen. a boy اجد 15. a boy who is 15 years old. تمام كده يا شباب? تمام. مما يصوباني بتدهش عليها much to my surprise. بتسوي I am very surprised. إذا هتجي عليها جملة الوقتي في التدريبات. فكر معايا وركز معايا. تمام? اللي بعد كده يا شباب بيقولك. according to بتسوي in accordance with. in accordance with. تبقى لي او حسب او بما يتوافق معها. in agreement with. in agreement with. يؤمن بيه اللي هي believe in زي ما قلنا. have a belief in. دي معناها يؤمن دي معناها ايمان او اعتقاد. تمام? منذ ever since continuously sense. منذ ever since او continuously sense. له اثر ايجابي على مهمة جدا دي. have a positive impact on. have a positive impact on. have a positive influence on. have a positive effect on. have a positive effect on. have a positive effect on. affected positively. يؤثر بايجابية. تمام? يؤدي الى مهمة جدا. result in lead to cause. مهمة. result in lead to cause. تمام? تعالوا نشوف بعض حروف المهمة جدا. break down اللي هي يتحلل او يتعطل break down. break down. ينتهي به الحال الى end up as. end up as. آآ يخرج go out. يكبر grow up. يعيد تأهيل. يعيد تأهيل ك reinvent as. reinvent او يعيد استكشاف نفسه. يعاني من suffer from. suffer from. يفهم او يستند work out. work out. تمام? بتسوي understand. بتسوي ايه شباب? understand. تعال نشوف كده. تست الرقم for. I have a ten year old son. انا عندي ابن عمره عشر سنوات. this means my son آآ. هذا يعني ان ابن ايه شباب. ten year old ولا edge ten ولا is a boy of ten ولا ten years old. ها هتبقى is a boy of ten. رقم اتنين بقول لك smoking will surely result in serious health problems. آآ بقول لك التدخين سيؤدي الى او يقود الى مشاكل صحية خطيرة. the phrasal verb. التعبير الاصطلاحي. آآ results in. يؤدي الى. in this context is a synonym of. بتسوي ايه شباب? happen ولا cause ولا lead to ولا بيو سي. طبعا هتبقى بيو سي لان اتنا عارفين. results in بتسوي cause يسبب او lead to يؤدي الى. تمام? رقم تاتة بقول لك هنا being interested in politics and public interest all his life. ان هو مهتم يعني بالسياسة والاهتمامات العامة في الحياة في كل حياته. هو آآ عضو في البرلمان. ادى يعني الاهتمامه بالسياسة والحاجات دي ادى به في نهاية المطاف يعني او ينتهي به الحال الى ان هو عضو في البرلمان. تمام? رقم اربعة هنا بيقول. much to our surprise she agreed to marry a man the age of her father. لدهشتنا او مما اصابنا بالدهشة ان هي وفقت ان هي تتجوز واحد قدبوها. عادي مفيش اي مشكلة. the exhibition march to our surprise. مما اصابنا بالدهشة. means that we are surprised by her decision. احنا كنا مندهشين جدا بالبطاع بتاعها القرار بتاعها. not a bit very not very. طبعا. very surprised. لا يشبه الخشب او آآ على خلاف الخشب يعني اللي هي المنتجات البلاستيكية يا شباب. صفر تحترق ولا اللي هي تخرج ولا تتحلل ولا صفر وممكن يقول لي يا مستر بيرن بس مش هتنفع هي بيرن هي بقى اللي هي تتحلل او يتعطل بس معناه هنا يتحلل مع او اللي هي المواد الخام. تمام? او and powered car runs on electricity generated from sunlight. الايه? قهربة اللي بيتم تولدها من طاقة من الشاحة الشمس. يبقى ده عربية ايه يا شباب? اويل ولا ديزيل ولا طبعا طبعا سولار. سما اشتغلت بجد كل ايام السنة. عايز اقول لذلك هي اتت او طلعت الاولى. ده شباب النتيجة. اللي اطلعت الاولى. والنتيجة بيجي قبلها لذلك. اللي هي ايه? و as a result i. يبقى ده عب و c. تمام? رقم تمانية بقولك good company has a positive impact on us. الشركة جيدة. لديها تأثير جيد علينا. this means good company affected affected us negative ولا positive ولا positively ولا good affected positively بشكل ايجابي. اوكي? رقم تسعة بيقول لك هنا. he was a professional teacher of english. however he has managed to reinvent himself an engineer. هو كان اه مدرس انجليزي محترف جدا. الرغم من ذلك هو قرر انه هو يعد استكشاف نفسه an engineer. reinvent reinvent as ولا to ولا in ولا from. طبعا reinvent as. reinvent as. ركز معايا. ركز معايا. رقم مجاني. اكيد مش هتنفع حاجة. مش هتدفع حاجة. you pay a little nothing much enough. طبعا مش هتدفع حاجة. يبقى you pay nothing for free drink. اوكي? تعال نشوف الصفحة اللي بعدها. عندي انا سبع جمل هنا حاجات بسيطة كدا. hard work to a goal. ها result to leads to. ايو بي ولا result from. عايز اقول العمل الجاد. اه. للهدف اللي انت توصل. اه يؤدي الى. ولا يؤدي الى. اه ولا ايو بي لتنين مع بعض. ولا ينتج من. ها. يعني هيؤدي الى العمل الجاد. ولا ينتج عن العمل الجاد. طبعا. رقم اتنين hard work to a goal surely. اه العمل الجاد بقى هنا ايه? بيؤدي الى عايز اقول يؤدي الى النجاح. result in ولا leads to ولا ايو بي ولا results from ايو بي طبعا. don't expect him to decide. ما تتوقعش ان هو يقرر. ها. عندنا مصطلح اسمه يا شباب. organization man. organization man اللي هو شخص تنفيذي. او شخص مطيع. لو جد هنا في الشرح. هتلاقي الفرق بين. entrepreneur او organization man. رائد اعمال شخص مجازف شخص مجازف مبدع يأتي بافكار جديدة وينفذها اللي هي entrepreneur. طب اشتخص بقى التنفيذ المطيع وينفذ الاوامر والتكليف والتكليفات فقط زي معظم الناس اللي هي organization man. او organization woman. تمام? ولك هنا انت ما تستنعش منها اللي هي تقرر هي ايه organization man. organization ايه يا شباب man. مصطلح جميل جدا. تمام? هو ابدا ما بيتوقفش على المخاطرة او الاعمال الخطرة علشان يعمل مال او يعمل فلوس ده السماء اساسية يا شباب في اللي هو الرائد الاعمال اللي هو بيجازف بس مش جازف يعني اللي هو متهور لا بيجازف اللي هو بيعمل افكار جديدة وبيؤمن بنفسه وواصل في نفسه وبيخطط كويس فبيبقى رائد اعمال تمام? اللي بعد كده هما شغالين عند اه غني ولا اكيد شغالين عند صاحب عمل غني يبقى رقم ست بقولك بدون شكل او مما لا شكل في اه 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 شباب اللي بني الشباب بدون شكل اللي هو مشكلة اه مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا يا شباب. ولا ولا طبعا البطالة. مشكلة خطيرة جدا. اركز بقى في الاخيرة دي يا شباب. بقول لك اللي هي الوظائف المنتجة بما لا شك فيه اه 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 ها امبولوي امبوليي امبوليمنت امبوليور ان امبوليمنت. هتوبقى يا شباب. هتوبقى امبوليمنت. الله تبقى الفرق يا مستر بندو دي. هقول لك هنا ان البطالة مشكلة اساسية واجتماعية فيه بين الشباب. مما لا شك فيه. انما هنا بقى يقول لك ايه. توظيف الشباب توظيف الشباب في وظائف منتجة. مما لا شك فيه مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة. تمام? تمام دي كانت والانتنمز وكل حاجة لها علاقة بالدرس الاول والتاني اعتقد اللي احنا غطناها كويس. عندك بعض الحاجات هنا ممكن تقرأها برض ما فيش اي مشكلة خالص. ودول محلولين وراه. وان شاء الله المرة الجاية عندنا اه اللي هي التعبيرات الكمية والعددية درس مهم جدا. محتاج بس شوية حفظ وشوية فهم وان شاء الله هنشرحه من كتاب المعاصر وهنحل على برضو في كتاب نيو جينيس ولو انت وصلت للمرحلة دي في الفيديو فاشكلك جدا ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب السلوجن بتاعنا انا استحق حلمي انا قدر حلمي انا شخصي اعتمد عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.